اشتركوا في القناة تشوف المنطقة في الدوائر ونسألوا معناها والمعباد في المنطقة والجيران كل فازوا معايا باش يفتشوا باش يشوفوا مالجينة شايفي واللي تتصلت المركز جلمة متاع الحرس الوطني جمعة ثمانية متاع السباح عنا الدورية تختم في المفترق متاع مدخل سوسا يحبسوا سياة شحنة خفيفة نوع سيزي هزا السعي بركبة السعي متاري خارجة من سوسا واحنا بحكم التوصيات وبحكم الوعد موصلينهم باش يركزون على الموضوع هذا رخطت ثم برشة سريخات والفلاحة قاعدين يتذمروا على الشي هذا اللعوان بحثوا معه اللي لقوم عندوش ورقة تثبت المصدر متاع الماشية لي هزا وخارجة من سوسا تثير الريبة معتها سوسا ما هيش منطقة مصدرة للماشي دونك بتتثبت معهم وبتنصيق معايا جلبناها للوعدة اللي بتضييق عليها حبي يرشي حبي يرشي العوان وحبي يعطي فلوس وليتكتبوا على الموضوع هذا حينها معتت نصقنا مع النيابة العومية اللي أذنت بمتابعة الموضوع والتحري معاه نصقنا مع زملانا في البحاث بتاع مساكن هاي رئيس فرقة البحاث وتفتيش مساكن اللي نصق مع رئيس فرقة البحاث متاع سبيتلا تبا 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 تحسب التحريات موجودة غادي اللي سيد هذا مشبوه فيه في السرقة دي ما هكا يعني سيد هذا أسيل من سبيتلا أسيل ودي معه وسبيتلا وغادي تعرف اللي ما تتعرف انه عنده النشاط مخبوش مشبوه متاع السرقة لكن ما ثماش حاجة ثابت عليه هاي وصلنا للمعلومات هذي كله للنيابة العومية أذنت بحالة الموضوع الفرقة العدلية في في سوسا مع لمتابعة الموضوع والتحري واحنا ما اكتفيناش انه حالنا الموضوع للفرقة العدلية اذا نكلف تعاون من من عوان المركز اللي هو اللي يسكن في الحاجب قريبا للمنطقة هذي على خاطر تبا 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 اني الماشي هذي جاي من غادي يمشير هذيك باش يتحرى ويتثبت بالتنسيق معايا في ظرف معنا الآمس العشيئ مع ثماني يام تعليل تعرفنا على صاحب الماشي هذي قاعدين نقوم بالمراقبة الترتيبية ولكل ما هو مشبوه نتحروا معايا في خاصة في المواضيع هذيه وتنقلت هذيه ونحب نقول راه مش مش نقفوا عند عند الموضوع هذيرا متواصلين